مساء الخير مشاهدين مجموعة من الأخبار الاقتصادية والبداية مع العناوين مجلس الوزراء يوافق على منح قرض لتمويل شراء موسم القمح وتحديد سعر شراء محصول الشواندر السكري من المزارعين بعد بدء استلام الشواندر السكري وزير الزراع يتفقد جهوزية معمل سكر تلس الحب أهلا بكم وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة منح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المؤسسة السورية للحبوب قرضا ماليا قدره 100 مليار ليرة سورية لتمويل عملية شراء موسم القمح للعام الحالي وذلك بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من المادة كما وافق المهندس عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراع والإصلاح الزراعية بتحديد سعر شراء محصول الشواندر السكري من المزارعين لموسم 2022-2023 بمبلغ قدره 400 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد وذلك بعد احتساب التكلفة النهائية للمنتج بالسعر الرائج وذلك بهدف تخفيف فاتورة الاستيراد وتغطية الاستهلاك المحلي وتشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم وبالتالي الحصول على أكبر كمية من الانتاج المسلم إلى مؤسسات الدولة تفقد وزير الصناعة زياد صباغ جهوزية معمل سكر تلسلحب مع بدء الفلاحين تورد محصولهم من الشواندر السكري إلى الشركة استلم معمل سكر تلسلحب أول دفعة سكر بعد توقف دام سبع سنوات وزير الصناعة زياد صباغ طلع على آلية العمل وأبرز المعوقات حيث تقدر الكمية المتوقع استلامها من الشواندر ما بين 150 إلى 160 ألف طن على أن يعطي سكرا بنحو 10% بدأت عملية انتاجية بداءا من استقبال الشواندر وانتهاءا بمنتجاته السكر ومخلفات الانتاج التي هي أيضا مواد أساسية للسروة الحيوانية ومواد أساسية لمنتجات أخرى كالخميرة والكحول وغيرها من المنتجات تم تأمين البدار من أحد البلدان الأوروبي رغم الصعوبات الكبيرة وتم تأمين كافة مسلزمات الانتاج تم إقرار تسعير الشواندر قبل فترة كافية حوالي 9 أشهر أو 10 أشهر كانت 175 ألف بعد أن كان سابقا سعر الطن 25 ألف تم إقراره 175 ألف نيارة سوري للطن الواحد ثم كسعر مبدئي وبعد زيادة التكاليف تم إقراره 252 ألف هذا وكان معمل سكر تلسل حق قد استقبل العديد من الجرارات المحملة بإنتاج الفلاحين من الشواندر السكري للبدء بدورة تشغيلية إنتاجية لتصنيع السكر العمال الذين قدموا العمال بأقصى طاقة ممكنة إضافة إلى عودة العمال المسرحين أو المتقاعدين وطوعا لبوا نداء الشركي ويعملون ليل مع النهار بشكل متواصل قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة وكان هناك الكثير من الأعمال المجهدي والعمل الأول مستمر حتى وصلنا إلى هذه اللحظة السعيدة بعملية استلام المحصول وتشغيل الشركي بكافة الأقسام إلى ذلك استمع وزير صناعة من الفنيين والمهندسين لشرح مفصل عن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل التي جرت بالمعمل رغم التحديات التي واجهتهم بتأمين القطع التبديلية اللازمة نتيجة الحصار الاقتصادي بدأ مزارع الفسطق الحلبي في ريف إدلب الجنوبي بجني المحصول الذي يعتبر أقل إنتاجا من العام الفائت مع مطالبات بتقديم الدعم اللازم من المحروقات والسماد لزيادة الإنتاج العام القادم موسم الفسطق الحلبي يعتبر من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في ريف إدلب الجنوبي ويعود بالفائدة الاقتصادية على البلاد مزارع ريف إدلب الجنوبي بدأوا جني المحصول هذا العام وسط إنتاج متوسطا مقارنة بالعام الماضي لطبيعة الشجرة المقاومة وتأثرها بالعوامل الجوية والمطالب تتلخص بالدعم بالسماد والمحروقات لزيادة الإنتاج العام القادم بدأنا في الريف المحرر من محافظة إدلب بجني محصول الفسطق الحلبي وهذه الشجرة هي الدهب بالنسبة لنا ولكن نحن له أهمية اقتصادية ونطلب من الحكومة الدعم بالنسبة للأهالي ونحن في هذه الحالة إذا ساعدتنا الدولة في مساعدات برد مردود أكبر بالنسبة للأهالي وبالنسبة للدولة نطلب أن يعاونونا ويساعدونا من مازوت من سماد من أدوي لأن السجرة الفسطق تتراجع كثير لورا ريف أدلب يشكل مركزا هاما على مستوى القطر حيث المساحات المزروعة بشجرة الفسطق الحلبي وكميات الإنتاج التي تبلغ نسبة 70% من إنتاج سوريا هذا الموسم يعني بعمل إفادي للمواطن وإفادي للعامل وإفادي للعالم كله والناس كلها تشتغل كمان فيه إفادي للعامل والناس كلها تعم تشتغل وأمور فرحانة موسم يعني كويس بس الإنتاج يعني خفيف جدا كل سنة الحمد لله منستنى هالموسم يعني باب رزق لأنا الحمد لله رب العالمين منشتغل ولحنا وعياننا وعيانشين الحمد لله رب العالمين ومكيفين ومبسوطين يعتبر الفسطق الحلبي السوري الأول على مستوى العالم من حيث السعر بسبب الجود العالي الذي يمتاج بها والإنتاج في هذه السنوات في السنوات الأخيرة يختلف على الإنتاج في السنوات السابقة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات بسبب ارتفاع أسعار الأسمدي وبسبب ارتفاع أسعار الحراسي هو موسم الذهب الأحمر كما يحب مزارعه تسميته نظراً لعائداته المالية التي يكتسبها المزارع والمواطن والدولة لكونه يصدر باتجاه معظم الدول العالمية أعطى مدير عام شركة روس آتوم أليكسي لخاتشوف ووزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر إشارة البدء في أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الأولى بمحطة الضبع للطاقة النووية وأصدرت هيئة تنظيم الرقابة النووية والإشعاعية ترخيص الإنشاء للوحدة الأولى والسماح بالبدء بأعمال الصبة الخرسانية الأولى لمحطة الضبع النووية المصرية في التاسع والعشرين من حزيران يونيو العام الجاري وأكد المدير العام للشركة أنه سيتيح إنشاء محطة الطاقة النووية لمصر الوصول إلى مستوى جديد من التطور التكنولوجي والصناعي والتعليمي ومشروع إنشاء المحطة النووية هو أكبر مشروع تعاوني بين روسيا ومصر منذ بدء بناء سد أسوان انطلقت اليوم الأعمال الرسمية المتعلقة بإنشاء المفاعل الأول في محطة الضبع للطاقة النووية في مصر هذا حدث سعيد لجميع الموظفين في مجال الطاقة النووية لأنه يؤكد تطوير القطاع ويزيد مساهمتنا في نظام الطاقة العالمي الخالي من الكربون نشير إلى أن محطة الضبع لها قدرات على التطوير مستقبلا وهي ليست منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية فقط بل مشروعا لإثراء المعارف والتكنولوجيات العالية أيضا تم استئناف ضخ الغاز الطبيعي مجددا من روسيا إلى ألمانيا عبر خط الأنابيب السيل الشمالي بعد الانتهاء من أعمال صيانة مخطط لها لخط أنابيب الغاز من جهتها ذكرت وكال التاس نقلا عن شركة نوردستريم أنه سيتم ضخ 40% من استطاعة خط الأنابيب وهو نفس المستوى قبل التوقف لتنفيذ أعمال الصيانة هذا منخفضت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 6.5% بعد استئناف ضخ الغاز فيما تعتزم شركة جاز بروم زيادة إمدادات الغاز الطبيعي عبر مسار السيل الشمالي ون إلى مجموعة الطاقة الإيطالية إيني في سياق آخر حضر الاتحاد الأوروبي استيراد الذهب الروسي في إطار العقوبات المستمر في تبنيها منذ بدء العمليات الروسية الخاصة في أوكرانيا وقالت الرئاسة الشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي إن الإجراءات الجديدة ستعمل على موأمة الاتحاد الأوروبي مع الشركاء في مجموعة السبع لتحسين تنفيذ التشريع وسد الثغرات عند الحاجة موضحة أن الاتحاد الأوروبي سيحضر وردات الذهب من روسيا بما في ذلك المجوهرات كما سيقوم بتجميد أصول بانك سبير بانك الروسي وإضافة عدد من الشخصيات والكينات إلى قائمته السوداء هذا وكان مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أشار إلى أن وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي يجب أن يدخل حيز التنفيذ جنبا إلى جنب مع تطبيق قيود الاتحاد الأوروبي على التأمين على الخام الروسي بحلول كانون الأول ديسمبر إلى فرض حظر على التأمين هذا فيما يخطط الاتحاد الأوروبي لحظر الواردات المنقولة بحرا من الخام الروسي والوقود المكرر بحلول عام 2023 أخبار الاقتصاد انتهت شكراً لطيب المتابعة وعودة إلى وفا سوكراً لطيب المتابعة وعودة إلى وفا